السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة النهاردة وصفة مفوالها سحري في نسف كل دهون الجسم في وقت سريع جدا ان شاء الله لو استمرتي على المشروب ده بشكل يومي هينسف كل دهون الجسم مهما كانت الدهون دي قديمة ومترقمة بينحف الخاصر بينسف الكرش اللي هي اقوى دهون الجسم دهون الكرش دهون الظهر لو انت عايزة تسترجعي جسمك الرشيق يبقى المشروب ده هينفعك جدا انت تخسر وزنك في وقت قصير جدا ونتيجه ببقى من اول اسبوع طبعا بما ان احنا في حجر صحي يبقى استغلي وقتك واستخدمي وصفات للحصول على قوام رشيق المشروب ده هيخسسك ان شاء الله باذن الله اكتر من 20 كيلو فيه اقل من شهر لو كنت بتدوري على وصفة تنسف الكرش وتخسسك كتير وترجع جسمك زي ما كان او وترجع وزنك قبل ما قبل الولادة طبعا جسمك زاد بعد الولادة هترجعه رشيق زي ما كان الوصفة دي سحرية ان شاء الله هتجربيها وفرقها يبان بعد اول اسبوع وهتشوف الفرق بنفسك بتحرق الدهون المتراكمة في الكرش والادرداف والدراعات والجوانب كمان بتحرق الوصفة بتحرق الدهون اللي متركزة في الجسم اللي مخزنة من زمان لو انت عندك تخينة من زمان وعندك دهون من زمان وصفة دي هتنسفها ان شاء الله باذن الله قبل ما اقول الوصفة يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك وتشاركوه في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول مكون معايا هو الكمون انا هاخد معلقة صغيرة من الكمون ده شكله طبعا الكمون وصفات الوصفة اللي انا بعملها دي موجودة في كل بيت اه ومش مكلفة خالص وموجودة عند كل العطارين دي معلقة معايا معلقة صغيرة من الكمون احطها على دي معا كوباية مية سخنة لازم تكون سخنة ما ينفعش اغلى المكونات دي على النار ده اول مكون معايا التاني مكون معايا هو اه ورق اللورة او ورق الغار ده شكله طبعا موجود في كل البيوت وورق الغار ده موجود اه منستعمله في اه الاكل بشكل عام وفي الشربات والكلام ده موجود يعني مش مش مكلف اطلاقا احط اه ورقتين من ورق اللورة في المية طبعا اكيد مستغربين ازاينا بحط ورق الغار الورق الغار مفيد جدا للتخسيس وبيبقى حلو جدا في اي نظام غذائي وفي كل المشروبات ممكن تضيفي ورق الغار فيها بيساعد اي مشروب ان هو ينجح ويحق يحرق الدهون جميل جدا تالت وصف معايا هي القرفة ده القرفة معايا القرفة او الدرسين بيسموه بعض الدول العربية الدرسين ده شكله طبعا القرفة غنية عن التعريف في نس في دهون الجسم وبتحرق دهون الجسم ووصفتها فعالة جدا وبتستخدم في اغلب وصفات التخسيس هضيف المعلقة الصغيرة للمية كويس جدا رابع مكون والاخير هو الحبهان ده شكله طبعا موجود في كل بيت وبنستخدمه في الطبخ بشكل عام انا هفتح حباية هاخد حباية واحدة بس من الهيل او الحبهان بسموه الهيل في دول العربية هاخد الحبوب اللي جوه وحطها في المشروب وهقلبهم كويس قوي هغطي المشروب ده آآ يعني لسه هغطيه من مدة عشر دقايق لربع ساعة ولازم اغطيه عشان الزيوت والفايدة آآ بتاعة المشروب ده ما تطلعش برا مع بخار المية يبقى كده انا ما استفدتش حاجة لازم اغطي كده لمدة عشر دقايق لربع ساعة بعد كده هصفيه واسيبه واسيبه يدفع خالص واعصر علي عصرة لمون هعصرها بالشكل ده عصرها كويس الليمون طبعا هيزود من فعالية آآ المشروب ده آآ طبعا الليمون معروف ان هو بيحرق لدهون الجسم وبيحسس الجسم بالشبع وبيجبح الشهية فوايده كتير جدا ليه التخسيس آآ ما نصحش الوصفة دي ليه آآ اللي هما مرضى القلب عشان القرفة طبعا بتزوء يعني بتزوء من تطفق الدم وغلق وبتعلي الضغط فما ينفعش ان انا مرضى القلب آآ او الضغط ياخده المشروب ده او الحوامل غير كده عادي ممكن تاخد المشروب ده يبقى كويس جدا هتكلم على فوايد آآ المشروب ده اول مكون انا حطيته اللي هو آآ الورق الغار ورق الغار مدر للبول بينزل كل الاملاح الضرة والزيدة والدهون والمية المخزنة في الجسم عن طريق البول فبالتالي بينزل الوزن جدا جدا بينزل الدهون في البول وبيحسن مستوى السكر في الدم آآ بيعالج التهاب المفاصل مهدق للأعصاب مهدق للقولون آآ بيعزز نجاح اي نظام غزائي واي رجيم لفقدان الوزن بشكل كبير جدا يعني الورق الغار اللي انا حطيته وورق اللي انا حطيته ده هيزيد من فعالية المشروب ده بازن الله وهينزف كل دهون البطن وهينزلها في وقت سريع جدا كمان بيقي آآ ورق الغاردة بيقي من السرطاء كمان المكون انا حطيته اللي هو الكمون بيحمي الكمون معروف جدا ومن اقوى آآ الوصفات اللي بتحرق الدهون وبتمنع من تراكم الدهون بيحمي الجسم من تراكم الدهون وقدرته فعالة جدا في حرق الدهون خصوصا منطقة الكرش بيحرق الدهون الصعبة طبعا دهون الكرش هي آآ اصعب دهون فيه الجسم كلها هو بيحرقها آآ بيرفع حرارة الجسم آآ فبالتالي لما حرارت الجسم تعلها هتحرق السعرات الحرارية تحرق الدهون آآ بيحسن عملية الهضم طبعا عملية الهضم مهمة جدا عشان حرق الدهون آآ بيقلل من الكولسترول الضار بنقي الجسم من السموم بيعالج انتغفاخات البطن آآ وبيأول مناعة آآ بيحسن الشبع الكمون بيزود احساس الجسم بيقى الشبع فبالتالي آآ يعني بيزود آآ الشبع لفترة من ثلاث لاربع ساعات فبالتالي هتقللي من كمية اكلت جدا فهيساعد جدا في نقصان الوزن كمان ايه الحبهان اللي انا حطيته ده آآ بيحسن ايه الهضم بيعزز الاحساس بالشبع آآ فتقللي من كميات اكلك بيحرق الكولسترول آآ بينقي الجسم من السموم وبيحرق الدهون المتراكمة مهما كانت الدهون دي عنيدة مخزنة آآ من كزا سنة آآ بيحفز عملية التمثيل الغذائي آآ بيعلي جدا حرق الدهون آآ مدر البول آآ بينزل الدهون بنشط الدورة الدموية آآ كمان مضاد للإكتئاب يعني فويده آآ الحبهان طبعا هتستغربوا يعني ازاي انا حطيت حبهان في وصفة التخصيص لأ الحبهان قدرته فعالة جدا لحرق الدهون آآ آآ طبعا كمان الحبهان آآ بتكون من مجموعة كبيرة من فيتامين بي آآ كمان آآ حبه اقول آآ نصيحة مهمة جدا كمان القرفة آآ اللي انا حطيتها آآ طبعا القرفة معروفة في اغلب مشربات التخصيص بيستستعمل في مشربات التخصيص فعاليتها كبيرة جدا وقوية في تنحيف الجسم وحرق الدهون الزايدة والمتراكمة تحت الجلد بتقلل الكولوسرول وبتحرق الدهون بتزود جدا من احساس الشبع فهتقلل من كميات اكلك بتنتق حرارة آآ حرارة على الجسم بتحرق السعرات الحرارية بتفرق ستقولي يا جماعة والله المشروب ده مكوناته كلها آآ سحرية يعني مكس المكونات اللي انا حطيته في المشروب ده آآ مكس قوي جدا وفعال ووصفة رهيبة في تنزيل الوزن ان شاء الله هتجربوا الوصفة دي وهتنباهروا بالنتيجة من اول اسبوع هيبتدي هتلاحظي ان الكرش نزل والارضاف نزدت وكل الدهون اللي في جسمك قاعدة بتنزل بس لازم تدومي على المشروب ما ينفعش ان انت تشربيه مرة وترجعي تكسيل لا ما ينفعش خالص آآ لازم تدومي يكون عندك ارادة ويكون عندك آآ هدف ان انت عايز توصلي الجسم آآ رشيق لازم تشربيه بشكل يومي طبعا المشروب ده تشربيه آآ قبل قبل الفطاة طبعا احنا في رمضان هتشربيه قبل يعني على قبل الصحور بنص ساعة وعى الريق برضو مرتين في اليوم هيفرقوا جدا جدا وان شاء الله هتبهر لكم النتيجة آآ قبل ما قفل الفيديو يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة بتاعتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة